القهوة سريعة دوابانيس كافي لبانيو الخميرة بنسبة الخميرة 7 جرام 250 جرام ديال السكر 250 جرام ديال الطحين ورشة ديال الملحة دروري في الاي كيك ديالنا بنسبة هاد الجنواز كتجي غزالة منك هاب المدق ديال القهوة كتجي غزالة بزا 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 وبنسبة الناس اللي ما بغوش يدفو نس كافي يعيسروا قهوة مزيان مزيان ويدفو واحد شوية منه باش ينسمو هاد الجنواز هادا وصف البنات غادي نضيف كل شي غنخلي غنخلي الى الطحين الخميرة طبيعية حال هما الخارة وغادي نطرب مزيان مزيان البيض مع السكر ومع اه نس كافي كيجي صراحة كتجي هاد كتجي على شكل كريمة كيبقى يطلعي ثلاثة كيكون على شكل كريمة تقريبا كيجي في حاله وحال الكابوتشينو كيجي ديك اللون غزال في الكيك ديالنا وصف البنات بعد ما طربت مزيان مزيان البيض مع القهوة والسكر قد نضيف الطحين شوية بشوية قد نحييط طرب الكهربائي قد نخلط غيب يديده بالطحين قد نضيف الطحين على شوش دفوعات وقعد نضيف الطحين على شوش دفوعات والعبار كيجي هو 250 غرام كجهية هاد بالنسبة لبيضة لك انا عندكم البيض صغر بزا فضيفو ثمان يد البيضات وصف البنات انا هاد البيض كان شوية عندي كبير وعملت غيسبها قد نضيف الطحين كامل وصف البنات كيما كتشوفو هذا هو القوام ديال الكيك ديالنا كيجي عليها تشكل تبا قد نضيف لبنات 7 غرام ديال الخميرة الحلوان كنخليها هيا لاخرانية باش كنخلط خلطها خفيفة وكتجي الكيك ديالنا كيجي مهوي وكيش يخفيف فاش كنطربو من لوو الخميرة وما كيطلعش الكيك بزاف وما كيجيش خاوي من داخل كتجي الكيكة مدقصة وصف البنات كيما كتشوفو فاش كنهز ديال الخليط الفوق كيبقى مرصوم كنعرفو بان الخليط ديال كيك خدا حقه في الطحين كيجي خليطه هو هاداك خزيت هنا يا المول اغطيتو كامل بركاقين ديال الزبدة اولاده هنا هورشو في الطحين يعني كيما بغيتو يوصفي غادي نخويدة با الخليط ديالي في المول غادي ندخلو الفراع ديال حالة 160 غنشعلو العفيق من تاحيت وصف البنات كيما كتشوفو ديوزلي 45 دقيقة فالفران كيجي على هاتشك لانا مكنشعلوش قاع من فوقيه كلا سيدا وفران دياله صراحة مهم انا فران ديالي مكنشعلوش من فوقيه وكيجي الطياب دياله هو هاداك كانتشكو غيب وحد العويد وكنتأكدو بانا الكيك ديانا طايب من داخل وصف البناتشو كيفاش كيجي كيجي صراحة مهوي وكيشي غزال ومدغد القهوة كيجي فيه غزال بزب بزب نتمنى تجربوه وانا وجدت جوج جوج منها دوباش نعمل الكيكة اللي بغيت الكيكة اللي جيني كبيرة هي إلا بغيتو غيب حي دا تقطعوها على جوج كيجي تبارك الله كيجي خفزا قداش نية ولكن انا بغيت نعملها كبيرة كتر بغيتش تجيني عالية عملت وحدة آخرى وصفي بنسبة لكريم عندي هنا 250 جرام ديال ماسكربون عندي هنا يترو ديال كريمة الخفق وعندي هنا يعصرت هنا قهوان كيما كتشوفوه واحد يعصرت قهوام زيان كدي قاطعة وعندي هنا يجمعها القبارين ديال السكر انا بالنسبة لكريمة ما كندخرش فيها السكر بزاف باش كتجي شي كتكهم وكتسنكل وكتجي الحلوة ديالنا خفيفة ومزيونة كيما كتعرفو الحلوة اللي كانت حلوة بزاف كتكهم ما كتسنكلش صراحة سافي اول حاجة غادي نعمل ديك ماسكربون بدرجة الحرارة المطبخ والناطا يعني كريمة الخفق تكون باردة مزيان سافي غادي نطرب واحد شوية باش ميبقى ناش طريفاتها ايدا في الكريمة ديالنا باش دينا كريمة ليس وصف البلنات غادي نضيفها للقاهوة اللي عصرت بالنسبة القيوة وخاص خونا ما كتخصرنا للكريمة لاتش حاجة بالعكس كتعطي واحد المدق اللي هو زوين وكتنا ما ديالنا كتطلع عادي ضيفتنا السكر كورشي طرح صفي بالنسبة للسكر كما قلت لكم انا كنضيف جوج كوتشارات واللي كيبغي الحلوة يضيف يزيد السكر ما كنسا شي مشكل قدي نحاول نقرب ديك السكر قاعد يبقى لي نايا مع الحواشي وصفي يعني ما كنطربوش بزاب بزاب الماسكاربور مع القهوة غي نتأكدوا بان الماسكاربور ما فيه لا طريفات لاتش حاجة باش دينا كريمة ديالنا هي هادك وصف البلنات بديت كنضيفها نايا في الناطا وهي تكون باردة كما قلت لكم الناطا يليك اعملتها تبرد بالزربة كتطلع لنا الكريمة واللي كتكون سخونة شوية كتاخد الخدمة وكتتعطل ما كتطلع وصفي ضيفت هنا يا يترو هاد يترو يعطي خير الله ديال الكريمة كاجي الكيكال اللي تقدرو تزينوها كما بغيتوتو ما بغيتو تعملو ديك الكريمة غي شوية وخاغيم السيترو اذا غاديك فيكم وصف البلنات بديت كنطرف فيها تطلع كليم زيان كما كتشوفو كتجيب كريمة اللي هي عاقدة وزوينة تلمس كاربول ما كيخليهاش تصاب كتتبقها كما هي شوفوا البلنات كيفاش كتكون كتكون غزالو ديك القهوة كتا واحد الماداق زوين صفي كما كتشوفو أخذت هنا نسكافيه وباش غادي نسقي هاد الكيك هذا زلت لكم شوية الفيديو باش ميجيش الفيديو طويل بزاف بزاف خذت هنا يا الكايك غادي نقطع له ديك الوجه ديه كامل باش نسقيه ويشرب اليم زيان انا سقيت هنا يا بالحليب ونسكافي عن نسكافي اللي عملتو في الحليب ما عملتو لا سكار اشي حاجة بغيتش الحلوة ديه كما قلت لكم نعمل لها بزاف ديه للسكار واذا بغيتو الحلاوة عملو نسكافيه مع السكار اولا سقيو بالسيرو باش مبغيتو بالنسبة للكيك اولا تسقيه بالحليب يبقى كل واحد باش يبغي يسقي الجنواز ديالو وصف البنات انا مدام عملت المدق دي القهوة مشيت كامل سقيتها بالنسكافي اعتها واحد اللي جوزوين صراحة واخديت هنا الكيمياء ديال الكريمة اللي غادي نعمل طبقة تكون مهمة ديال ديال الكريمة الى بغيتو البنات للكيك تقطعوه كل كيك تقطعوها على الججر تصبرك الله الكيك عالي غي انا مبغيتش نقطعوه قلت صافي اصلا معا يعني هاد الحلوة بغيتها نعملها بزربان ساليها او صافي وفضلت انا الكيكة ديال عادية او صافي لما نعمل فيها طبقات ودهك شي وصافي بديت كاليسي فيها هيدا في الجناب لان هاد الكيكة انا غادي نغلي فيها باللوز وتب ندخلك اما كتشوفها عمرتها باللوز صراحة اللوز مع القهوة كيشين مدق زونين بزبزب هاد الحلوة فاش قدمتها هنو مع القهوة جات يا سالة وكما عملت هنا هاد اللوز ايفلي اللي عندي مقلي غادي ناخد نفس الشي اللي درت الكيكة اللولاني هادي غادي نقطعوه تهوة الوجه دياله باش نسقيهم زيان ويشرب الليها باش كتجي الحلوة ديانا مسقيها وكتجي من داخل يعني كتضف ما جيش الكيكة ناشفة ما كتجيش زوينة وصافي غادي نسقيها هنا يوعد غادي نقلبها فوق هادي باش ديها تستنيها اللي غادي نعملها من فوق باش تجيني الكيكة ديالي مع وطاة من فوق صافي قطعتلي هاديك الحواشي كامل اللي كانو بحله محروقي صافي قي ما كتشوفو الكيكة سهلة مهلا سهل منها مكاين يعني بلا ما نعقد الأمر على رصنا شي حاجة سهلة ونوجدوها وصراحة كتجي راقية في المنظر والمضاق ليهو أزوي وصافي بديس كان نعوط فيها يلا كان شي خاوي كان عمرو بالكريمة وكان الليسي فيها طريقة سهلة ومحب يعني بالنسبة هاد النوع ديال الكيكة اللي كيتتغلف ما كنحتاجوش انا اللي سيوهاو جين فين يا مية في المية حيث هي كتتتغلف وما كتش بينا خصوصا الناس اللي كيوجدوهم هيدا في الطيور هوم وما عندهمش يعني ماشي شي طالبية ولا شي حاجة يعني نسهلو على راسنا ونديرو حاجة في الضار ديالنا بلا تعقيدات بلا تشي حاجة مش ضرور يكون عنا الماتريال عاد نديرو الحاجة لا تحاجة مصعباش غي بديك الشي اللي عنا في الضار كنقضيو الغارد وصافة البناس كيما كتشوفو بجيت كاليسي فيها شي بلا صلاة خوية غيحة عندي الكريمة بالزايد اما هي كيما قلت لكم ارا غا تصغلف وما غاديش بينا نهائيا صافة البناس في حال هاكده وخديت هنا اللوز اللي عندي مقلي وهدي ناخدها حمين نزلت الكيك ديالي فقش بيكة كيما قلت لكم ما عنديش الماتريانا هنا هيدا ديال الكيك وديال الكشي إن شاء الله دا بانشريهم وصافة البناس بديت كان ندورها وكان نزينها هيدا باللوز هاد اللوز بفاش كان قليواه كيجي في المدق زوين بزاب 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 كيجي صراحة لديد ولي بغي يعملو فالفران يدورنو بشوية ديال زويتة ويعملو فالفران أنا بغيت ياخد هاد اللوون هادا الدهبي بزاب اللي ها قليته طالما دا قضيها له كيجي يزوين وصار في دور تلكيك ديالي كامل ديك اللوز كيما كتشوفو ما كتجيش بينه وخي بقالها شي متخاوي ولا تكون كريمة ماشي مليسيا ولا شي حاجة كتجي مغطيها وزوينة وصف البنات أنا بعد ما دورتها كامل اخذت هنا هاي الكريمة اللي بقت لي عملتها في البوش وغادي نبدا نزينها من الفوقي بنسبا هاد البوش اللي عندي أنا خدمت به هرقيق بزاب 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 فخصني صراحة شي واحد يكون كيخرج الكريمة هيدا مش كتجي الكريمة ديالنا عالية وكتجي الكيكا عالية وعطي المنظر أنا فش هاد البوش هادا صراحة اخر ما عنديش وكان عندي واحد وما لقيتوش وصفي بديت كنعمل الكريمة وكان عاود من فوقي باش تجيني طبقة عالية ودجي الكيكا ديالي عاطي واحد المنظر زوين وصف البنات بعد ما دورتها كاملة كما قلتكم عمي ثلاثة ديالدورات مهم غي قضيت الغارة دوصفي بديو ديك اللوز اللي بقالية درتو هيدا في الوسط بحال هكدا وقدت هنا هاد الحليوات هادو وزيتم هيدا هيا فوق الكريمة كيحتي واحد مضرم زوينة وطسا كيحتي ودجي الكور زوين وصفي وزيتم الكيكا ديالي صراحة جا تزوينا في المضاق مع القهوة كتي مواتية بزبزاف وعجبت الناس هدي كيام حاجة وتنكلت مهم انتمنت اجيبكم البنات الوصفة نهار دليوم ويجيبكم الكيك ديالي اللي وجدت معاكم هكي باش كيجي بعد مساليتها كاملة دا بغدين اديها النبيرة وتبرد شوي وندوس نقطع معاكم باش تشوفوا القاوم دياله فاش قطعت هكي باش كتجي من الداخل كجي صراحة غزالة اه كتجي فنة بالنسبة الاضاءة ما عنديش ان الاضاءة بزاف اه بصراحة ما عطتهاش حقها في كيفاش هي كتبان كتبان حسن من هكدا انا هنقطع معاكم واحطريف باش شوفوا القاوم دياله كيفاش كتجي الطبقة دياله من داخل شوفوا البنات كيفاش كتجي 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 غزالة وتديك الكيك كيجي مسقي يعني يجي لسقيتوها احسن حيش اشان الكيك خليتها كبيرة ضروري تكم تسقيوها مزيان وصف البنات اتمنى اتعجبكم الوصفة النهار اليوم ويعجبكم الفيديو ويلا عجبكم الفيديو بغ تجيبها معنا سليك اتعرفوا مع احبابكم وشكرا لكم بزاف على المتابعة والتتبع انطلقوا ان شاء الله في الفيديو جديد مع وصفة جديدة وخليت لكم راحة وفسلامة اشتركوا في القناة